أم مفجوعة تروي كيف مثل بجثة ابنها بعد قتله مصطفى استدرج ثم قتل على يد عائلة اكتشفت بأنه على علاقة مع بنتهم كما تقول والدته بعد ثلاثة أيام على اختفائه وجدوا جثته مرمية في البزل بمنطقة حيؤور والرواية بتفصيلاتها على لسان ذويه ابننا ماكو ثالث يوم دزلنا خبر قالوا ابنكو كتننا ذبنا بالبزل منو تزلكم خبر؟ هم أهل ابنية في المنطقة مالتنا وياه بالمحد ابنية وياه بالمحد بيناتهم مراسلات وشغلات تعرف شباب هل وقت مرائقين هاي فهم كاتلي بسببها؟ اي انهم استدرجين واخذين للبيت وكاتلي هم ذبوا بالترك عدهم بالبيت وكانت عدهم خطوبة يعني وياهل يجي من قرائبهم تدري خطوبة والابن عمهم صارت ببيتهم هذا اللي كتننا هذا كتننا بعد الحادثة أقدم ولد المقتول على رفع دعوة قضائية لكنه يتعرض للتهديد بقتل بقية أبنائه من قبل أهل القاتل إن لم يتنازل عنها كما يقول يطالب بإعدام من قتل ابنه وهو يناشد هددوني بالقتل وتصفية أولادي في حال إكمال القضية طالب رئيس الوزراء ووزير الداخلية يعني بالقتل واللي شارك معهم بالنقل واللي داتش بالسجينة واللي ضربه أطلاقات نارية واللي ضربه أريد بإعدامه جرائم مروعة بتت تزايد بشكل ملحوظ في بغداد تكرارها يتطلب تكثيفا لدور السلطات في فرض القانون وزيادة نشر الوعي علىها تساهم في الحد من تلك الجرائم وخطر تبعات تزايدها من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير